صعد عشرات من الخريجين في ذيقار من احتجاجاتهم للمطالبة بتعيينهم المحتاجون أقدموا على إغلاق جسري الزيتون والنصر والطرق الرئيسة وسط النصرية مطالبين بتفعيل القطاع الخاص من خلال خطط واضحة لتشغيل مئات الشباب العاطلين عن العمل وقتت هذه التظاهرة بعد أربعة أيام من إيقاف الاحتجاجات في المدن الجنوبية تكريما لزيارة راعي الكنيسة العالمية البابا فرانسيس للعراق فيما تشهد السماوة والنجف والحلة حراكا على غرار ذيقار للمطالبة بإصلاحات عميقة على رأسها إقالة المحافظين واختيار إدارات محلية جديدة بمقاسات مطالب حركة تشرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر